وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السهر الرسمية وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 427 قضية تموينية بمضبوطات بلغة أكثر من 274 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال يحجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تمضبط أكثر من 192 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السهر الرسمي للسلع الغذائية تمضبط أكثر من 52 طن وفي مجال البيع بأزياد من السهر الرسمي لمواد البناء تمضبط 30 طن إسمنت وفي مجال قضايا المخابز تمضبط 613 قضية من بينها 96 قضية خبز ناقص للوزن و79 قضية خبز غير مطابق للمواصفات كما تمضبط سبع قضايا بمضبوطات بلغة قرابة 60 طن أقماح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي